بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله يا إخواني وأخواتي المقبلين على اختبار التحصيلي نكمل معا الدورة التدريبية للاستعداد للاختبار التحصيلي الآن موعدنا مع المحاضرة الثامنة نأتي للسؤال الأول هذا السؤال المهم بيقول هنا مصورة النقطة 1.5 بالانعكاس حول محور الـ X قبل الحل نأتي معا إلى هذا الشرح المهم على موضوع الانعكاس بقول كده الانعكاس له أربع صور لو أنا قلت النقطة هي X و Y فأنا بأخذ الانعكاس حول محور الـ X وحول محور الـ Y وحول المستقيم Y سوى X وحول نقطة الأصل حول محور الـ X فقط أنا بغير إشارة الـ Y يعني لو النقطة اسمها X و Y هتبه هنا X وسالب Y وحول محور الـ Y أعمل العكس أغير فقط إشارة الـ X تبه سالب X و Y وحول المستقيم Y سوى X لو النقطة اسمها X و Y هبدل فقط بدون تغيير الإشارات تبه Y و X والانعكاس حول نقطة الأصل كما هي النقطة تكون X و Y ولكن بضرب في سالب 1 تبه سالب X وسالب Y يعني لو أخذنا بالأرقام كده لو أنا قلت عندي النقطة هي 1 و 7 يبقى حول محور الـ X هتكون كام نفس ما هي محور الـ X الواحد كما هو وأغير إشارة المسقط الثاني المسقط تبه سالب 7 طب وهنا العكس هتكون هنا سالب 1 والموجب السبعة كما هو وهنا فقط أبدل بدل ما كانت 1 و 7 تبه 7 و 1 وحول نقطة الأصل هتكون هنا أضرب في سالب 1 يبقى سالب 1 وسالب 7 نأتي يلا لحل السؤال يبقى زكاة النقطة 1 و 5 بالانعكاس حول محور الـ X أنا فقط أغير الإحداثي الثاني هيكون 1 وسالب 5 وبكده أخطار ألف نقف الفيديو الثواني لحل السؤال الثاني بيقول إذا كانت صورة النقطة A 3 و 5 هي 5 و 3 فإن الانعكاس المستخدم يكون حوله تعالي نكتب كده نقطة مرة ثانية هذه A إحداثياتها 3 و 5 صارت هذه A' إحداثياتها 5 و 3 أنا فقط خليت الإشارات كما هي وبدلت إلا أخلي الإشارات كما هي وبدل يبقى هذا حول المستقيم Y يساوي X وأختار D مع السؤال الثالث على الإزاحة بيقول ما صورة النقطة 2 وسالب 3 تحت تأثير الإزاحة اللي هي X ناقص 3 و Y زائد 4 إنتوا عارفين الإزاحة اللي هي التحريك لها كم اتجاه لها أربع اتجاه حاول محور الـ X بيكون هنا لو هي موجة بيبقى كم يبقى مين أو يسار وحاول محور الـ Y بيكون لأعلى وأسفل نشوف النقطة كده الأصل كان 2 وسالب 3 هنا بيقول هنا X ناقص 3 يعني الإحداثي X أطرح منه 3 والإحداثي Y أزود عليه أربعة أجي لسورة النقطة أطرح من هذه ثلاثة يعطينا سالب 1 وأزيد على هذه أربعة يعطينا موجة بواحد يبقى سورة النقطة يطلح سالب 1 وموجة بواحد وبكده أختار ألف مع هذا السؤال الرضيف بيقول هنا ما الإزاحة التي نقلت النقطة سالب 1 وموجة بخمسة إلى خمسة وسالب 3 تعني اكتب النقطة الأصلية هنا سالب 1 وموجة بخمسة أصبحت كام أصبحت خمسة وسالب ثلاثة نشوف الإحداث الأول هنا كانت سالب 1 صارت كام صارت خمسة يعني هنا الـ X زودت عليها 6 طب الـ Y كانت خمسة صارت سالب ثلاثة يعني هنا الـ Y نقصت ثمانية وإحنا قلنا إذا كانت هنا X وزائد هنا يبقى هذا الوين هذا يمين يبقى هنا 6 وحدات يمين وهنا الـ Y بالنقص يبقى هذا الـ X لأسفل يبقى ثمان وحدات لأسفل يبقى الإجابة الصحيحة تكون 6 وحدات إلى اليمين وثمان وحدات لأسفل وبكده أختار ألف مع هذا السؤال القوي على الأعداد المركبة بيقول هنا مع عدد الأصفار التخيلية للمعادلة X تربيع زائد ثمانية يساوي صفر طبعا هذا السؤال سؤال يعني مفتوح ممكن يقول لي عدد الأصفار فقط أو نوعية الأصفار طبعا هنا إذا كان عندي هنا أس 2 فهنا هيكون كام؟ هيكون 2 واختار باب لكن لو طالب الأصفار التخيلية نفسها كنت ممكن أحل بهذا الشكل أقول للـ X تربيع زائد ثمانية يساوي صفر وود الثمانية الجهة الثانية تروح بشارة مخالفة يعني X تربيع هتساوي سالب ثمانية وأخذ الجزر التربيع للطرفين يعني X تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي لسالب ثمانية متعرفين طبعا الجذر التربيعي إذا كان تحته سالب بيطلع الحل في الـ Complex Numbers في الأعداد المركبة يعني هنا الجذور هتكون تخيلية أو الأصفار تخيلية لو حبيت أحل زيادة أقول هيساوي موجب أو سالب هنا جذر سالب 2 في 4 طبعا الأربعة تطلع بره الجذر يبقى موجب أو سالب تطلع بره ب2 وهنا جذر اثنين والسالب هذه تحت الجذر يعني الجذر التربيعي لسالب واحد بيطلع بـ I يطلع الجواب موجب أو سالب اثنين الجذر التربيعي لـ I هذول جذرين تخيليين فعلا بقى الجواب الصحيح أشكركم ونلتق إن شاء الله في المحاضرة التاسعة من تجمعات التحصيلي للعام 2020 شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة